تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة من صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وذلك بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين في تنظيم وإقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 لعام 2022 أشهد معالي باهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لكافة مراحل الإعداد والتنظيم لإقامة سباق هذا العام التي ساهمت في إبراز الحدث الرياضي بالصورة المشرفة لمملكة البحرين داعيا المولى عز وجل دوام التوفيق والسداد لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبدله من جهود لتعزيز مكانة مملكة البحرين على كافة الأصعدة في ظل قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعا ترجمة نانسي قنقر